اشتركوا في القناة التمهيد وزع مزارع 160 كيلو جرام من الرطب في 40 وعاء اي انه وضع في الوعاء الواحد 160 تقسيم 40 هذا المزارع لديه 160 كيلو جرام من الرطب وعنده 40 وعاء بما انه وزع يقصد قسماء عندي 160 كيلو جرام قسمها على 40 وعاء اذا 160 تقسيم 40 ماذا نسمي المئة والستين وماذا نسمي الاربعين لاحظ معي المئة والستين تسمى مقسوم الاربعين تسمى مقسوم عليه اللي فوق هذه تسمى ناتج القسمة اذا نقدر نقول ان 160 تقسيم 40 تساوي 4 ورح نتعرف على طرق القسمة بطرقها جميعها من خلال الامثلة باذن الله ولكن تذكر معي دائما ان هذا هو المقسوم وهذا المقسوم عليه وهذا هو ناتج القسمة طب لو حبينا نعرفه هنا هذا هو المقسوم وهذا هو المقسوم عليه دعونا ننتقل للامثلة مثال واحد اوجد ناتج قسمة 600 تقسيم ثلاثة ذهنيا لاحظ معي اول شيء لابد اعرف ما هو المقسوم مقسوم عليه هذا هو المقسوم اللي هو الستمية والمقسوم عليه هو الثلاثة ويطلم مني الناتج الآن سأستخدم الحقائق الأساسية اترك الأصفار الآن في المقسوم ستة تقسيم ثلاثة ستة تقسيم ثلاثة نرجع الجدول الضرب الثلاثة اعطني عدد اذا ضربت في الثلاثة يعطيني ستة لاحظ معي عدد اضرب في الثلاثة يعطيني ستة كم يساوي احط الله مثلا يقول واحد لو قلت واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة خطأ انا ابغاه يساوي ستة طيب اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة يساوي ستة اذا ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنين دعوني ننتقل ايضا الى خطوة اعلى شوي لو اضفت على يمين الستة هنا صفر اللي هو المقسوم ليس المقسوم عليه المقسوم عليه ما سويت فيه شيء انا اتكلم عن المقسوم لو وضعت على يمين صفر كم رح يكون الناتج ممتازين جدا ساضع على يمين الاثنين صفر ستة تقسيم ثلاثة باثنين طيب الستة على يمين ها صفر اضع في الناتج على يمين الناتج صفر المقسوم عليه ما عنده اصفار ما عليك شغل فيه خلي عينك وين على المقسوم على يمين صفر اضع في الناتج على يمين صفر طيب دعني انتقل الى اضيف صفرين على يمين الستة تصبح بهذا الشكل ستمية تقسيم ثلاثة ما زلت في المقسوم ستة تقسيم ثلاثة باثنين طيب وانا عندي على يمين صفرين اضع الصفرين اذا هذا ما يسمى باستعمال الحقائق الاساسية والانماط ستة تقسيم ثلاثة باثنين هذه حقيقة اساسية هنا ما في عندي اصفار في المقسوم لكن الخطوة اللي بعدها وجدت عندي صفر على يمين المقسوم وضعته في الناتج على يمين عندي صفرين على يمين المقسوم وضعته ايضا في الناتج على يمين اتضحت الفكرة دعونا ننتقل لمثال اخر اوجد ناتج قسمة خمسمية تقسيم خمسة ذهنيا انا جالس اخذها بالحقائق الاساسية والانماط حتى اقرب الفكرة الحقيقة الاساسية ان خمسة تقسيم خمسة تساوي واحد ممتازين كيف عرفت اعطني عدد اضرب في الخمسة يعطيني خمسة ما في الا واحد واحد في خمسة بخمسة ممتازين جدا هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه الان ساضع على يمين الخمسة اللي هو المقسوم صفر ماذا سيكون عندي في الناتج ممتازين ايضا اضع على يمين الناتج صفر بهذا الشكل طيب الان ساضع على يمين المقسوم صفرين ماذا سيكون الناتج على يمين الناتج أيضا صفرين 500 تقسيم 5 تساوي 100 ممتازين جدا ننتقل الآن إلى التدريب 1 أوجد ناتج قسمة 800 تقسيم 2 ذهنيا أول شيء بالحقيقة الأساسية الحقيقة الأساسية 8 تقسيم 2 إذن هذا هو المقسوم وهذا المقسوم عليه 8 تقسيم 2 حقيقة أساسية أعطيني عدد أضرب في الاثنين يعطيني ثمانية أرجع الجدول لاثنين لو قلت واحد في اثنين باثنين ما لا أنا أبغى ثمانية اثنين في اثنين بأربعة لا أنا أبغى ثمانية ثلاثة في اثنين بستة طيب أربعة في اثنين أربعة في اثنين بثمانية إذن الجواب الصحيح هو أربعة ثمانية تقسيم اثنين بكم بأربعة لاحظ معي أنا أبحث عن عدد أضرب في الاثنين يعطيني كام ثمانية اللي هو أضرب في المقسوم عليه يعطيني المقسوم طيب الآن سأضع على يمين المقسوم صفر ماذا سيكون عندي في الناتج؟ ممتازين على يمين الناتج أيضاً أضع صفر أصبحت أربعين ثمانين تقسيم الثنين تساوي أربعين الآن سأضع على يمين الثمانية صفرين ماذا سيكون عندي في الناتج؟ ممتازين على يمين الناتج صفرين في أصبح أربع مئة إذن ثمانية تقسيم الثنين تساوي كام أربع مئة ممتازين جداً الآن بننتقل إلى مثال آخر في مزرعة صالح بقرتان تأكلان تسعمائة كيلو جرام من العشب كل ثلاثين يوماً تقريباً كم تأكل بقرتان من العشب في اليوم الواحد؟ تعالوا نفكر في هذا السؤال مع بعض عندي تسعمائة خلال ثلاثين يوم إذن خلال ثلاثين يوم هي تأكل تسعمائة تسعمائة كيلو جرام من العشب طيب في اليوم الواحد كم تأكل؟ هل أقدر أضرب تسعمائة في ثلاثين؟ هل يعملي الضرب؟ لا ممتازين إذن سأقوم بقسمة التسعمائة كيلو جرام التي في الثلاثين يوم على ثلاثين حتى أعرف في اليوم الواحد كم تأكل تعالوا نشوف طريقة أولى الطريقة الأولى استعمل حقائق الضرب والقسم المترابطة يقول لك ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة هذه حقيقة أساسية تسعة تقسيم ثلاثة تساوي ثلاثة أيضاً هذه حقيقة أساسية بحثت عن عدد ضربت في الثلاثة أعطاني كم؟ تسعة شف معي عدد أضرب في الثلاثة هذه الثلاثة يعطيني تسعة ما هو العدد؟ ثلاثة طيب شف اللي بعده أبقى أضع على اليمين صفر على يمين الثلاثة ثلاثين ضرب ثلاثة تساوي كم؟ تسعين طيب أنا بحين أخذ تسعين تقسمها على ثلاثين تسعين تقسيم ثلاثين عدد أضرب في الثلاثين يعطيني تسعين لاحظ معي أحدث أضرب في الثلاثين هذا الثلاثين عندي وهذه التسعين ما هو العدد ضربت في الثلاثين؟ ثلاثة إذن هنا ثلاثة لو تلاحظ معي في الأصفار في عملية الضرب وضعنا الأصفار أما في عملية القسمة الغين الأصفار فذهب الصفر هذا مع الصفر هذا تبقى التسعة تقسيم ثلاثة تساوي ثلاثة لاحظ معي أيضاً ثلاثين ضرب ثلاثين أضاف صفر على المضروب والمضروب فيه ثلاثين ضرب ثلاثين تسعمية طيب تعيش في عملية القسمة تسعمية اقسمها على ثلاثين التسعمية لما نقسمها على ثلاثين لاحظ معي أعطيني عدد أضرب في الثلاثين يعطيني تسعمية عدد أضرب في الثلاثين يعطيني تسعمية اللي هو ثلاثين هذه ثلاثين إذن تسعمية تقسيم ثلاثين تساوي كام ثلاثين إذن لاحظ معي أنا في عندي هنا صفرين في الضرب فوضعتها في القسمة عندي هنا ثلاث أصفار ولكني لم أضع إلا صفر واحد لماذا؟ لأني حذفت الأصفار مع بعضها البعض اللي بلون الأحمر هذا الصفر رح مع هذا دي تسعين تقسيم ثلاثة تساوي ثلاثين هذه الطريقة الأولى طريقة أخرى تخلص من الأصفار لتسهيل القسمة إذن أقدر أقول أن تسعمية تقسيم ثلاثين تساوي أحذف الأصفار بهذا الشكل تسعين تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثين هذا بالنسبة لتأكل البقرة ثلاثين كيلو جرام في اليوم الواحد من العشب ننتقل مثال آخر أوجد ناتج القسمة ذهنيا الآن بستخدم طريقة تحذف الأصفار حتى تكون مسألة سهلة لي عندي أربعلاف ومئتين تقسيم سبعين الآن أبي أحذف الأصفار هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه احذف صفر من المقسوم واحذف صفر من المقسوم عليه باقي عندي أصفار نعم باقي عندك هنا في المقسوم صفر أقدر أحذفه؟ لا ما أقدر أحذفه لماذا؟ لأن المقسوم عليه خلاص خلصت أصفاره ما أقدر أحذف معي شيء فأنا إذا حذفت صفر من المقسوم لابد أني أحذف صفر من المقسوم عليه وإذا انتهت ما أقدر أحذف شيء طيب الآن تعال أقسم أثنين وأربعين تقسيم سبعة حقيقة أساسية أثنين وأربعين تقسيم سبعة فيها الستة طيب أنا عندي صفر ضع الصفر على اليمين لاحظ معي الصفر وين جاي؟ في المقسوم وليس المقسوم عليه إذن اثنين وأربعين تقسيم سبعة فيها الستة وعلى يمين اثنين وأربعين صفر ضعف الناتج على اليمين أصبحت أربعمائة وعشرين تقسيم سبعة تساوي ستين أو أربع ألاف وميتين تقسيم سبعين تساوي كام ستين ننتقل الآن إلى تدريب اثنين أوجد ناتج القسمة ذهنيا طيب تعال شوف معي ركز ألفين وأربعمائة تقسيم ثلاثمائة وين المقسوم؟ ألفين وأربعمائة وين المقسوم عليه؟ ثلاثمائة طيب في عندي أصفار تخلص من الأصفار لتسهل عملية القسمة أحذف صفر من المقسوم ومقابلها أحذف صفر من المقسوم عليه أحذف أيضا صفر من المقسوم وأحذف مقابلها صفر المقسوم عليه لاحظ تبقى عندك كام؟ أربع وعشرين تقسيم ثلاثة تساوي جدول الثلاثة عدد أضرف ثلاثة يعطني أربع وعشرين كم يساوي؟ ممتازين يساوي ثمانية إذن ألفين وأربعمائة تقسيم ثلاثمائة يساوي ثمانية ننتقل الآن إلى مرحلة التقويم تدريب واحد أوجد ناتج القسمة ذهنيا ثلاثمائة وعشرين تقسيم ثمانية ها سهل القسمة أول شيء يخذ الحقيقة الأساسية اثنين وثلاثين تقسيم ثمانية أعطني عدد أضرب في الثمانية يعطيني ثلاثين كم يساوي شطار؟ ممتازين أربعة الآن عندك ثلاثمائة وعشرين إذن يوجد صفر على اليمين اثنين وثلاثين اللي هو المقسوم ضع صفر ماذا سيتغير في الناتج؟ الناتج عندي أربعة قالك ضع الأربعة ولكن على يمينها كام؟ صفر لأن المقسوم على يمينها صفر ننتقل لتدريب آخر أوجد ناتج القسمة ذهنيا ميتين وسبعين تقسيم تسعين هذه كيف طريقتها؟ سهلة جدا تخلص من الأصفار لأن هذه عندي أصفار في المقسوم وفي أصفار في المقسوم عليه فأبدأ تخلص منها إذن أحذف الصفر من المقسوم ويقابل حذف صفر من المقسوم عليه أصبحت عندي سبعة وعشرين تقسيم تسعة عدد أضرب في التسعة يعطين سبعة وعشرين اللي هو الثلاثة ممتازين جدا ننتقل لتدريب آخر أوجد ناتج القسمة ذهنيا ألفين تقسيم أربعمائة بما عندي أصفار في المقسوم وأصفار في المقسوم عليه الطريقة أني أتخلص من هذه الأصفار صفر من المقسوم يقابله حذف صفر من المقسوم عليه حذف صفر من المقسوم يقابله حذف صفر من المقسوم عليه انتهت الأصفار ولكن بقي عندي صفر في المقسوم اللي هو على يمين الاثنين ما أقدر أحذفه لأنه لا يوجد عندي أصفار في المقسوم عليه أقدر أحذفها انتهى طيب الآن تعال عشرين تقسيم أربعة عشرين تقسيم أربعة إذن جدول الأربعة عدد أضرب في أربعة يعطيني عشرين لو قلت أربعة في أربعة بستعاش خطأ طيب خمسة في أربعة بعشرين إذن الجواب كم يساوي خمسة ممتازين جدا مبارك الله فيكم ننتقل الآن إلى تلخيص درس اليوم تعلمنا اليوم القسمة ذهنيا الطريقة الأولى استعمل حقائق الضرب والقسمة المترابطة الطريقة الثانية تخلص من الأصفار لتسهيل القسمة الطريقة الأولى استعمل حقائق الضرب والقسمة المترابطة ثلاثة ضرب ثلاثة تساوي تسعة إذن أقدر أقول أن القسمة هي عكس الضرب لما أقول تسعة تقسيم ثلاثة أعطني عدد أضرب في الثلاثة يعطيني 9 فالمظروف في الثلاثة هو ثلاثة إذا الناتج ثلاثة الآن 30 ضرب 33 تساوي 90 لما نأخذ العكس 90 تقسيم 30 عدد أضرب في 30 يعطيني 90 لاحظوا لهو الثلاثة 30 ضرب 30 تساوي 900 طيب 900 قسمها على 30 عدد أضرب في الثلاثين لهذا والثلاثين يعطيني 900 ما هو هذا العدد؟ 30 إذن القسمة هي عكس الضر وأضحى الفكرة الطريقة الثانية تخلص من الأصفار لتسهيل القسمة تسعمائة تقسيم ثلاثين أبدأ تخلص من الأصفار لما يكون في عندي أصفار في المقسوم وأصفار في المقسوم عليه أبدأ تخلص من هذه الأصفار الصفر هذا مع الصفر هذا يذهب يتبقى لدي صفر مع التسعة اليمين إذن تسعين تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثين شكرا لكم لمتابعتكم لنا ونسعد بكم ومتابعتكم في دروس لاحقة بإذن الله